السلام عليكم هنيئا للصائم صيامه قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفة أي سبعين سنة وقال عليه الصلاة والسلام القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في نفسه في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة يعني ما يقع من الرجل من أخطى مع جاره أو مع أهله أو في غير ذلك تكفرها صيامه وصدقته وصلاته فاحتسب أجرك في الصيام فإنك على خير